أهلا بكم أبعد من مشاهد الهزيمة الأمريكية في أفغانستان أفقد الانسحاب الأمريكي من هذا البلد الولايات المتحدة فرصة الحضور على حدود أكبر تكتل بشري في العالم وتوسطها المخزون الأكبر للأسلحة النووية ولثلاث من الدول العظمى في العالم وهي روسيا، الصين، والهند انسحاب ليس الأول ولن يكون الأخير على ما يبدو فالولايات المتحدة انسحبت جزئيا من سوريا عام 2019 ويتعرض جنودها في العراق لهجمات متزايدة وسط مطالبات عراقية قوية بالانسحاب الأمر الذي يدفع واشنطن على نحو متزايد لتسريع إنهاء وجودها على النحو الذي كان عليه سابقا وفي موازاة الانسحاب من أفغانستان يمكن ملاحظة تقليص واضح لالتزامات الولايات المتحدة الأمنية والحضور المباشر في منطقة الخليج هكذا أزالت الولايات المتحدة نظامها الأكثر تقدما للدفاع الصاروخي وبطاريات باتريوت من السعودية خطوة جاءت بعد سحب واشنطن أيضا بطاريات الدفاع الصاروخي باتريوت والثاد التابعة لها من دول كالعراق والكويت والبحرين والإمارات واشنطن أغلقت أيضا بعض القواعد العسكرية التابعة لها في المنطقة التي كانت تستخدمها مستودعات للمعدات العسكرية والأسلحة والذخائر من بينها قواعد عسكرية في قطر أخيرا عادت الولايات المتحدة قاذفاتها الاستراتيجية المتمركزة في قواعد بعيدة مثل جوام إلى الأراضي الأمريكية كما أنها أتبعت ذلك بسحب حاملة الطائرات يو اس اس رونالد ريغان الوحيدة العاملة في المحيط الهادئ وذلك بذريعة دعم الانسحاب من أفغانستان انكفاء لا يمثل تراجعا أمريكيا كليا بطبيعة الحال لكنه قد يكون بحسب المراقبين تغيرا في الدور الأمريكي المعهود كما وحجما والتزاما تحتمه ضرورات عسكرية ومالية ومعطيات استراتيجية وللتعامل مع صعود قوى أخرى كروسيا والصين وإيران